ما إن انتشر خبر سقوط الطائرة العسكرية ببلدية عين الزيتون ولاية أم البواقي تهطلت المنشورات والتعليقات ككل مرة منشورات تعزع إلتي الشهدين الذين توفي في هذا الحادث الأليم الذي وقع في حدود الساعة العاشرة ليلا بضواحي مشتد شيموت الجزائريون وككل مرة يبدون تضامنهم عبر مواقع التواصل الاجتماعية منشورات حملت الترحم والتغازل المؤسسة العسكرية وعائلتي قائد الطائرة ومساعده والشعب الجزائري في مصابها سقوط الطائرة العسكرية من نوع سو ثلاثين يغيد لذاكرة الجزائريين حادثة تخطم الطائرة العسكرية ببوفريك والتي راح ضحيتها 257 شهد حوادث يتفاعل معها الجزائريون تعزيزا لرابطة جيش أمة